اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتم تسجيلنا حالة قتل جديدة يوم 4 نوفمبر في كابياء اقليم مايو كابية شرقية والحادثة المعساوية دي وقت بعد نقاش ساخن بين المرأة وزوجة على حسب المصادر الرجل بكون بعد جزء من المحصول مما اثار استياع زوجته وسبب لهم مشاكل بيناتهم وفي حالة هنت الغضب واللزال الرجل ده طوالي ضرب زوجته في بطنه وبغلا في يومه وتم سجين هنالمجرم في برغاة نغنوغايا أصمانا كابياء ودي الهالة التانية في يوم واحد في محافظة فرقية برهم وفي بركينة فاسوالا كابيتان ابراهيم تراوري كان نوقع في يوم 30 اكتوبر المراسين بإقالة أدت من ضباط القوات المسلحة بما فيهم الرئيس السابق للمرأة الانتقالية بول هنري سانداغو دانبيا والضباط دول مدهمين بسوء سلوك خطير بما في ذلك إهانة الكرامة الأسكرية بسبب نيتهم الماسمها بمؤرده هنت الدولة وللإدرار بالدفاع الوطني وبالجملة تم طردين هنا 16 ضابط تمتهومين بالتواطم مع قوى أجنبية وجماعات إرهابية بهدف الإدرار في بركينة فاسو وتشير المراسم أيضا إلى مسؤولية هؤلاء الضباط في مهاولة أطعف معنويات القوات المسلحة والسكان بما في ذلك شخصيات بارزة مثل المقدم إبرار السومده والعقيد إفددي موني اشتركوا في القناة